هناك ضغط كبير جدا تتعرض له إدارة بايدن كما تعلم بأن منذ اليوم الأول من رفع الحوثيين من لوائح الإرهاب تغيرت الأمور تصاعدت الهجمات الحوثية على جميع الوضع في اليمن أصبح أكثر توترا والآن هناك ضغط مثل جيمز ريش وهو كبير جمهورين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي والعديد من الجمهورين وحتى هناك باب مينندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي كلهم يضغطون الآن على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل إيجاد حلول لهذه القضية التعامل مع الحرس الثوري التعامل مع الحوثيون وإعادة الحوثيين إلى لوائح الإرهاب برأيك سيد الكريم هل هذا الضغط وهذا النوع من الضغط فعلا ممكن قد يكفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تغيير سياساته تجاه اليمن لأننا لا نرى حلا دبلوماسيا حقيقيا هنا لا أعتقد بأن ذلك سوف يحصل قريبا من طرف إدارة بايدن لا أعتقد بأنهم سوف يعيدون الحوثيين إلى قائمة الإرهاب أعتقد بأن السيد بايدن يبذل كل جهده لتبرئة الإيرانيين ويجب أن نتذكر أيضا بأن السعوديين قد قرروا التحول من الدولار المقابل عن النفط إلى اليوان مقابل عن النفط وهو العملات الصينية وهذا يعني بأن القيادة السعودية قد اتخذت القرار بأن تقلل التأثير الأمريكي على السلوك السعودي أو حتى لتقلل التأثير الأمريكي في المنطقة بشكل عام وأنا أرى بأن ذلك نتيجة لخطوة مستقلة اتخذتها المملكة العربية السعودية لأن الولايات المتحدة قررت أن تعمل مع الإيرانيين من خلال تجديد الاتفاقية النموية وبالتالي فإن ذلك يزيد من الضغط والمشاكل على أي محاولة لجلب حل إلى المنطقة فأعتقد بأننا سوف نرى المزيد من المشاكل والنزاعة وما يحصل بوضوح بأن السعوديين قد اتخذوا قرارا أساسيا وهو النظر نحو الشرق أكثر والعمل على مقربة مع الصين ومع روسيا أكثر والذين أعلنتهم الولايات المتحدة كأعداء وخصوم لا يبدو بأن هناك أي أساس ليجعل السعودية والولايات المتحدة تتقرب من بعضها ويبدو بأن الولايات المتحدة أصبحت تبعد نفسها أكثر وأكثر عن روسيا وعن الصين وبالتالي فإن أي حل مع الحوثيين ومع الإيرانيين هو شيء يبدو بأن إدارة بايدن تحاول أن تحقق نصرا واحدا في سياستها الخارجية من خلال التهرب حقيقة وهناك شعور عام في الولايات المتحدة هنا وهي أن بايدن حقيقة هو الذي خلق المشكلة ما بين أوكرانيا وروسيا والتي قد فاقمت الحرب هناك والتي لها أثر الدومينو على المناطق الأخرى من العالم بما في ذلك داخليا في الولايات المتحدة مع ارتفاع الأسعار وأزمة الوقود وأيضا أزمة اللجوء وكل ذلك قد حصل خلال سنة واحدة منذ أن استلم الرئيس بايدن مكتبه الرئاسي ولقد تفاجأ وصدم الأمريكيون بمستوى الأزمات التي تحصل وكيف أن هذه الإدارة الحالية غير قادرة على التعامل مع أي من هذه الأزمات على أي أساس ناهيك عن محاولة تقريب وجهات النظر حاليا هذا ليس يحصل ونحن نرى بأن الولايات المتحدة وروسيا اليوم أصبحوا حقيقة على حفة قطع العلاقات الدبلوماسية وهذا سيكون سيئا لكل العالم إن حصل اشتركوا في القناة شكرا لكم